من بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد ليلة خليل بداية ليلة ضعينا في أهم ما خرج عن اجتماع المسؤولين السابقين اللبنانيين فيما يتعلق بالأوضاع السياسية يعني رؤساء الحكومات السابقين كانوا قد اجتمعوا ليل أمس وهناك اجتماعات متتالية يومية شبه يومية نستطيع أن نقول الاتصالات لا تزال جارية رؤساء الحكومات السابقين قالوا أن هذه المبادرة الفرنسية يجب التقيد بها بالطبع هي الفرصة الأخيرة كما يقول الجميع ولكن تحدثوا عن أن هذه المبادرة الفرنسية لديها مضمون وشكل معين ويجب التقيد بهذا المضمون والشكل المعين وهنا أعتقد أنهم يتحدثون عن أن رئيس الحكومة المكلف هو من يقوم بتسمية الوزراء وزراء حكومته وهو من يحدد من يتولى الحقائب وبالتالي هم يردون على مطالب أو مطلب الثناء الشيعي الذي يطالب فيه بحقيبة المال وبتسمية وزرائيها أيضا وهذا بالمجمل الاتصالات هي لا تزال جارية ولكن بطبيعة الحال وكما بات معلوم الأمور متوقفة أو أن الإيجابية التي كان الجميع يتحدث عنها في الأيام السابقة هي اليوم متوقفة الاتصالات لا تزال مستمرة ولكن قد يكون هناك تمديد للمهلة الفرنسية لغاية منتصف الأسبوع المقبل علما أنه لم يتم وضع أي إطار زمني لتمديد المهلة إنجاز المبادرة الفرنسية التي تفضي بطبيعة الحال إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب التعثر بحل هذه المعضلة معضلة تمسك أثناء الشيعي بحقيبة المال وتسمية وزرائه طيب في شأن آخر فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من الغصص الماضي كيف يمكن أن أو هل بالفعل استجابت الحكومة لمطالب التحقيق النزيه والشفاف فيما يتعلق بوالذي قدمه أهالي ضحايا ومتضرري انفجار المرفأ أهالي الضحايا يطالبون اليوم بأن يكون هناك تحقيق شفاف وسريع وأن يكون هناك محاسبة لكل شخص مسؤول هم قالوا اليوم بهذه الوقفة الاحتجاجية أنهم ليسوا هنا لم ينزلوا للمطالبة بتعويضات وأنه لا شيء سيعود أبنائهم رحيل أبنائهم أو مقتل أبنائهم وأهاليهم ولكن هم نزلوا بشكل سلمي اليوم ويطالبون بأن يكون التحقيق شفاف وسريع وأنهم إذا شعروا بأن هناك أي محاولة لتسييس التحقيق سيصعدون من تحركاتهم وقالوا أن الدم بالدم وأنهم إذا شعروا بالفعل أن التحقيق سيتم تسييسه وأنه لن يتم حاسبة أي أحد سيتصرفون بشكل آخر وستكون تحركاتهم تصعدية وقالوا أن البعض منهم قال بأنهم سيتم رفع دعوة شخصية على المدير العام للجمارك بدري ظاهر وللتفكير بأن مدير العام للجمارك هو موقوف بناء على قرار توقيف بحقه من قبل مدعي عام التمييز القادي غسان عويدات فيما يتعلق بالتحقيقات من المعلوم أنه ستأخذ وقت طويل الانفجار المرفأ ليس انفجارا أو حادثا بسيطا أو صغيرا الأسبوع المقبل من المفترض أن يستجوب القادي فادي صوان المحقق العدلي بطبيعة الحال لبعض الوزراء السابقين ووزراء الأشغال السابقين شكرا جزيلا لك مراسلة الغد كنت معنا من بيروت ليلة خليل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر